شيكبالا وإبراهيم فايق واللقطة بطريقة مختلفة وإبراهيم فايق في حلقة بعنوان إزاي تلمع شخص حلقة جديدة من المشجع لكن قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنساش تعمل المتابعة على الفيسبوك سبسكب على اليوتيوب واللايك وكومنت والشير وتعالا أقول لك بقى شيكبالا النهاردة طلع مع إبراهيم فايق في حلقة بدأها شيكبالا بكلام محترم يحسب له وهنا ما فيش مزايدة ولا فيه أهلي أو زمالك وما فيهوش خلو قال ولا فيه حتى داخل في النواية لما تتكلم عن أشرف قضية وتتكلم عن غزة وأهلها لك كل الاحترام وليك كل اللي انت عايز تقوله قوله الراجل قال مطش الأهلي والزمالك أتمنى أن كل العوايد بتاعتها تروح لأهل غزة شيء يحترم شيء يحسب له شيء ما نقدرش نتكلم فيه ولا نعلق عليه ولكن هل شيكبالا توقع منه أن يكمل الحلقة كلها بنفس العقل وبنفس الهدوء وبنفس الرزانة أنا كنت بقول مستحيل مستحيل ده شيكبالا ملك اللقطة عموما بعيدا عن الجزء ده خالص وفعلا كملت الحلقة ومحاولات مستميتة من إبراهيم فاي لتلميع شيكبالا وتوضيح مسيرته والحد هنا أنا برضو ما عنديش مشكلة عشان لعيب مسيرته بتنتهي مع الزمالك بشكل مش أحسن حاجة في مشاكل في قط اللبس زيزو عايز ياخد شرط الكابتنة جمهور مادي الزمالك بيتهم شيكبالا بأنه نحس وأن عدم وجوده في المباريات بيكاسمه من المباريات والبطولات كمان جمهوره بيهاجموا على اللقطة اللي عملها بنزول ابنه والمشاكل اللي حصلت في استلام الكنفدرالية والمشاكل المالية اللي هتيجي على الزمالك بسبب إنه هو خد ابنه عشان يستلم الكاس ونفس الكلام إنه في مشاكل إن زيزو شمعنا بنته ما تقولش هي الكاس ده غير إن زيزو هيجدد مع ممدوح عباس الرئيس الحقيقي أو الفعل النادي الزمالك بقصة إنه هو عايز شرط الكابتنة وعايز إنه هو اللي بياخده الأمور وفي قصص كتير جدا في قطة لبس الزمالك فطبيعي وهو بقى بينهي مسيرته بالشكل ده إبراهيم عايز يلمعه وبيجملك أصحاب بيعمل معه واجب عايز يغير الصورة الزهنية عن الناس إنه كبالة لعيد بتاع مشاكل على طول عمل مشاكل مع جماهير الأهلي على طول بيخرج على النص مع جماهير الأهلي دايما في القصص دي فلغاية ده أنا متفهم ده ما عنديش مشكلة إنه تعمل الحلقة كده وبدأ يسأله على الشناوي وكلام عن الصحفيين قال إن الشناوي عنده حق في كلامه عن الصحفيين وإن فعلا لكن الشناوي مفروض ما كانش عمم لكن الصحفيين فعلا بيعملوا وبيعملوا وبيعملوا أخبار مش مظبوطة كامل أشناوي ولكن الغريب بقى في الحتة اللي ديش أناوريك بقى بدأ التناقض لما تسأل على الإعلام قالوا لأ الصحنا عشان الإعلام بيطلع بيبقى موجه ناحية الزمالك وبيتكلم عن الزمالك لكن ما يقدرش يعمل ده أو يهاجم الأهلي فأبراهيم قالوا لأ فيه ناس بتطلع بتبقى دورها تهاجم الأهلي بس قالوا لأ ما فيش أنا ما بشوفش قالوا لأ يبقى أنت مش متابع لكن أنا بشوف وهو ما قدرش أقول أسامي على الهوى فهو إيه لك بداية التناقض منين أنت بتقول أن الشناوي عنده حق ومنين في الآخر أنت بتقول أنا ببشوفش إعلاميين بيهاجموا الأهلي وكده يبقى الشناوي كلامه غلط اللي أنت متفق معاه دي كانت أول القصيدة أو كانت أول الموضوع بعد شوية قال أنا عايز عدل قالوا يعني إيه عايز عدل قالوا يعني عدل إزاي يعني يا أشكبالة قالوا أنا عايز عدل فيه مثلا زي مثلا في العقوبات قالوا زي إيه قالوا يعني أنا مثلا واحنا بنستلم الدوري رئيس الاتحاد طلع عليه انا مش هتمتوش وانا مش هتمتوش ومع ذلك ادوني عقوبة تمام مطشات او 12 مطش وبعدين قال انه هو امام عشور ضرب وليد سليمان في قد 12 بعين بقى وتمانية وبعد كده حسين الشاحات والشيبي مطشين بس طيب هي اولا عشقبالايا في لوايح وقوانين في لايحة هي اللي بتاحكم وبناء على اللايحة بتصدر العقوبة ده رقم واحد رقم اثنين هو انت عندك حق في حت ان احمد مجاهد يستاهل لان كل الفيديوهات وكل الصحفيين وكل الناس اللي حاضره عارفين انت شتمت احمد مجاهد وقلت له ايه واحمد مجاهد عارف انت شتمت وقلت له ايه فبدل ما تستحق وتتكسف وتلمت دور في موضوع زي ده وتقول عب انك تتكلم فيه لا ده انت طالع بتاخده مثال انه ده انا ما قلتش حاجة وما عملتش حاجة وعجبوني بالرغم انت عارف انت شتمت وقلت له ايه وخرجت بالنص ازاي وابراهيم فيا نفسه عارف انت شتمت احمد مجاهد وقلت له ايه فكان شيء غريب جدا ان انت تاخد المثال في حاجة زي دي او ان انت تاخد المثال في احمد مجاهد ولكن اللي عمل كده احمد مجاهد اللي حافظ بتدخلات من عمر الجنيني ومن ممدوح عباس اللي انت بتقول عليهم دول اباهاتك بالرغم انت بتقول انا برضو قلت حاجة غريبة قوي قال انا عمري ما بروح لرئيس نادي وقل له انت ابويا عشان يفضل ما قاعدني او يديني فلوس او من انت بتعمل ايه ما مع ممدوح عباس موجود في نادي الزمالك بممدوح عباس دلوقتي واللي ما قاعدك بغرفة ملابس واللعيبة بتشتكي ممدوح عباس انت كنت بقى ممدوح عباس ايام مجلس مرتضة وايام مجلس حسين وايام مجلس ممدوح وفي كل الموائد ده غير اللي انت بقى كنت مع مرتضة وعياله وهم ضد ممدوح عباس فما تقولش انا ما بقولش الرئيس نادي كده لأ انت كنت بتقول الرئيس نادي كده وشوف انت كنت بتعمل ايه مع مرتضة منصور وعياله اللي هيطلعوا يردوا عليك هم بقى اولى في الحتة دي فعصرهم كنت بتقول ايه ودلوقتي بتقول ايه على ممدوح عباس فانا مش فاهم انت ازاي بتقول ان انا ما بعملش كده والناس كلها شايفة انت بتعمل كده مع اي رئيس نادي بيجي بما فيهم مرتضى منصور عادي جدا اللي كان على خلاف معنى مضوح عباس فانا مش فاهم انت مع مين بالضبط ولكن هي واضحة انت بتعمل ايه فدي جزئية الجزئية بقى اللي احنا اصلا كنا بنتكلم فيها فالراجل قال العقوبات وان انا معاولش احمد مجاهد يستاهل ان هو بتدخلات الناس دي ما بطلقش كورة انه كان يقدر يبطلق كورة ويشتوبك فانت واخد ده مثال وطالع فيه بتدعي المثالية وبتدعي ان انت مش عارف ايه وبإزعلان على الشحات والشيبي وشايف ان هو برغم ان انت دخلت بكسة مش كستك ليه بالرغم ان انت في اخر الحلقة اقول ده انا اكلمت الشيبي وانا ممكن اعمل مبادرة اصالح ما بين الشحات وما بين الشيبي وانا كلمت الشيبي اعتصرت له عن اللي بدر من حسين كمصري لان احنا مصريين وهو وضيف عندنا طب انت مش قبتش الشيبي يا شكبالة وهو جمهور النادي الاهلي وبيشول الجمهور النادي الاهلي وبيعمل لهم كده ليه مطلبتش من الشيبي اعتزل للجمهور المصري بقى مش الاهلاوي للجمهور المصري اللي مصري زيك يا عمشكبالة مو يا جماعة ما انت قولوا الكلام واعقلوه قولوا الكلام وفهموا ان اللي بيتفرج ده هيفهم مش كل اللي بيتفرج قاعد زبالكوة هيطبل لك يعني مش كل اللي بيتفرج الله أو زي إبراهيم يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي انت زي كده يا حبيبي لا يا حبيبي هو فيه ناس قاعدة بتفهم وبتشوف التناقض في اللي بيتقال فهتطلع تقولك انت بتضحك على نفسك مش بتضحك علينا أو بتضحك عليهم اللي عايزين يصدقوا الكلام ده وبعدين يا شكبالة مش قبل ما يعني تخلي تعتزل للشيبي على ان ازاي ده حصل مش انت الاول تطلع تعتزل لجمهور مصره كله اللي انت طلعت على الشاشات وعملت لهم حرقات واحقات جنسية في الملعب يعني ايه يا شكبال يعني عيبة جماعة ماينفعش ماينفعش هطلع الضعي الفضيلة والمصلح الاجتماعي وانا اصلا انا اصلا شتمت الجمهور وعملت حرقات خارجة وباشتم الجمهور وانا مشهور اصلا بمشاكلي مع جمهور النادي الاهلي والفاظي وحرقاتي واحقات الجنسية معاه فيه يا جماعة اصحوا انتو بتتحكوا على مين يعني انا ما عنديش مشكلة ان ابراهيم عايز نمعه طب بس يعني اذكروا مواضيع مختلفة اتكلموا عن الزمالك واحنا هنعمل نفسنا مش عارفين ان في مشاكل في قط اللبس تمام ماشي مش هنقول ان شكبالة ممنوع من اللعب وجمز مش عايزوا وانه وشه نحس واللي بيتقال من الجماهير وماشي هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا حرين في بعضيهم لكن تقول بقى وتذكر الشيبي وان انت انا اعتذرت له من اللي صد طب ما تعتذر انت الاول للجمهور ولما كلموا في قصة الاعتذار وانت ازاي عملت الحركة الاخيرة في مطش السعودية وقصة الساعات واللو شاور بي فانت قلت قال له لا ده كان رد على اشتمتي بس بطريقتي بعد كده عدل وقال له يعني اه وانا لما هديت لقيت ان انا غلطان وهنا شكبالة يعني انا اسف انت هنا ما بتقولش الحقيقة انت انا بحاول اتكلم اهو بهدوء زي هدوءك يعني انت انا ما بتقولش الحقيقة لان الجمهور في مطش السعودية الاخير ما كانش بيجتمك انت اللي خرجت من قط اللبس وقعدت تعمل كده وتشورع الساعات الجمهور ما كانش بيجتمك ولا كان بيوجه لك الكلام والفيديوهات والصوت كله موجود والناس تقدر تحكم ده غير موقف اللي انا شوفته برضو لي من الملعب يوم مطش التلاتة صفر وانت نازل من قبل المطش في التسخين لما انزلت روحت راح اتمدرجات تلتة شمال وعطت تتنطط لنا ولما اتنططت قدام الجمهور في المنطقة اللي بفوضي الاهلي بيسخن فيها وفرقتك النحية التانية تحب مدرجات تلتة يمين ابتدى الجمهور فعلا يجتمك جريت على المقصورة عشان الناس اللي في المقصورة يتدي يجتمه الجمهور الاهلي ابتدى جمهور تلتة يمين يا خباله فيبتدي يجتم جمهور الاهلي وبدأ ترشقات ما بين الجمهورين وانا في الملعب وشايفك وانت بتعمل كده والفيديو كنت انا نزلته في حلقة ده سابقة وانت بتعمل كده فلا يا حبيبي انت اللي بتصنع المشاكل انت اللي بتحب تاخد اللقطة دي نقطة اما لما اتكلم على القصة بتاعة التنظيم ده بالنسبة للعدل اسف العدل بقى كان فيه حتة كمان اتكلم في العدل على قصة الاعيانات والرعاية قال له قص الاهلي في استقرار وفي فلوس لازم الفلوس تبقى بالتساوي لازم يدو الاسماعيلي لازم يدو الزمالك لا يا جماعة هو مفيش حاجة اسمها ان انت تفضل قاعد انا مش مطلوب مني ان انا عشان نادي ناجح فيجي نادي فاشل انا ادي له فلوس من حسابي يعني ايه ايه الفلوس تتساوي يعني انا مطلوب مني اخد بطولات واخد انجازات واعمل براند النادي الاهلي وابقى لاخصر شعبية وانت تاخد زي او الاسماعيلي ياخد زي او اي سين من الناس ياخدوا زي فابراهيم قال له لا قص الأهلي قال له الجزء بتاعنا بكسب بطولة فبياخد فلوس قال له لا برضو بس فيه جزء زي مثلا الرعاية والإعلانات ليه زيزو مايعملش إعلانات ده أحسن لعيد فوصلي مايعملش إعلانات يا حبيبي عشان دي رعاة دول مستثمرين هو مش بالعافية هو زيزو ده لما يعمل إعلان مين هيشتري الحاجة مين الجمهارية الأكبر ما احنا شرحنا ده جماعة إن انتو تتحقوا على نفسيكو عايشين في دول المظلومية والمظلومين أنا النادي الأهلي ده براند ده نادي بيلعب في أفريقيا بياخد أفريقيا بيوصل نهائيا بيلعب كاسعالا من الأندية فالمنتج بيبقى على تشيرته والإعلان اللي بيتعمل اللي لعبته مع الشعبية الأكبر في الوطن العربي المنتج نفسه بيباع بشكله أكبر وبيوصل لناس أكتر ليه؟ عشان الشعبية والجماهيرية وبراند واسم النادي الأهلي اللي بيلعب في العالمية فحضرتك قاعد بتلعب في أفريقيا حصالة كونفدرالية عندك رئيس نادي كان بيطلع يشتم مصر كلها ممكن يبوز أي عقد في أي لحظة أنا كراعي أو كمعلن أو كواحد عنده منتج أجيلك ليه؟ وعمل لك إعلان ليه؟ وديك فلوس ليه؟ وسويك بالأهلي اللي شعبيته أكبر ليه؟ وبعدين راحوا ذكروا مثال غريب جدا قالوا يعني في الدولة الإنجليزية ما كل الفرق بتاخد لبعض الكلام ده كذب وعاري تماما من الصحة لأن أكتر نادي في إنجلترا بياخد عقود رعاية أو أعلى نادي في عقود الرعاية هو منشستر يونيتد شركة تيم فيوور اللي عامل الإعلان على اللي هو بتاع أن أنت تتوصل من كمبيوتر لكمبيوتر والإعلان بتاعهم موجود عن تشتاتهم بتاعهم أعلى عقد رعاية في الدولة الإنجليزية بالرغم أن منشستر يونيتد بعيد عن الدوري بقى له أكتر من عشر سنين بعيد عن دوري أبطال أوروبا بأكتر من عشر سنين ولكن هو الأكثر شعبية وجماهيرية فبناء عليه مش في إنجلترا بس وفي آسيا منشستر يونيتد من أشهر الأنبياء هناك فبناء عليه بياخد أكتر فلوس رعاية حتى مش ببطولاته بشعبيته وكلنا عارفين شعبية النادي الأهلي الجارفة والمتحكمة في القوة الشرائية في مصر فدي أنا أعملها لك إزاي في حاجة اسمها أشمعنا في حاجة اسمها أصول الأهلي بياخد بطولات عشان معاه فلوس لا الأهلي بياخد بطولات عشان نادي محترم الأهلي بياخد بطولات عشان فريه بيكسب الأهلي بياخد بطولات عشان عنده رعاب يدوله فلوس عشان عنده جماهير كتير الأهلي عشان عنده سيستم الأهلي بيلعب قلت لك في العالمية أنت فاهمين يا جماعة أنت فاهمين أنتوا بتقولوا إيه انا ما عرفش ازاي ابراهيم فاي عد حاجة زي دي وده كالعادة ده اشكبالة وده جمهوري زبالك ونفس الكلام احنا مظلومين احنا مجهورين ايوا احنا عاديين فلوس زينا زي الاهلي يعني ايه فلوس زي اجزاء الاهلي يعني ايه ادي فلوس لللي بيشتغل وبيتعب زي اللي ما بيعملش حاجة ازاي ادي المنظومة زي الفاشل والحصالة يا جماعة ما انتوا اعقلوا الكلام ده حقيقته دي حقيقي في الكلام انت تيجي يقول لي اصلا عندي مشاكل اتكلم قال له انت اطلعت مع عمر اديب وقال له انت خدت الدوري قال له لا اصلا ما خدت الدوري اه قال له ما انت خدت الدوري قولت مش هناخده تاني قال له واتخدته تاني الموسم اللي بعديه قال له بس حصل لنا مشاكل قال له ايه بس اخدته الدوري قال له بس حصل لنا مشاكل وفيه لحيبة مشت وفيه لعي بعد انا مالي انا مالي انا مالي ان انت عندك رئيس نادي ورئيس نادي بيتخنق على بعض انا عندي انا مالي ان انا عندي رئيس نادي مسل في النادي فلوس فبيحجز عليه والتاني بيطلع ا فبيتخنقوا مع بعض. انا مالي. انا ايه مشكلتي? انا ايه داخلي? انا كاهل ايه زنبي? في ان انا بقول لا اديك فلوس زي ما بيديني. ان انا مستقرة وعندي نظام وان ابناء النادي بيحترموا النادي. انا ايه مشكلتي حضرتك? انا يعني مش فهمك. مش فهمكو. انتو عايزين ايه? لا احنا زينا زي ادوني زي زي. اشمعنا. اشمعنا انا. اشمعنا انا. هو يا ابني انت عاويه. وما انتو ليه نادي عاويه? ليه دايما عايزين اللي يديك الحسن من غير ما تتعب. ما تتعب وتشعر عن نفسك وتأتهد وتفكك من المظلومية وتدعاها. يمكن في يوم الايام تبقى ربع الاهلي. فتاخد فلوس ربع الاهلي. انت والله عايز. الفلوس اللي انت بتاخدها دي كتير عليك. انت بتاخدها على حس ان انت بتقول ان انت المنافس والقب التاني للقرب المصرية. انت بتاخد الفلوس دي عشان انت بتقول له ان انا اللي بنافس الاهلي. ودي مش حقيقة. ده ده اللي صنعوا الاعلام اللي مش عاجبك. الاعلام اللي انت بتقول لو لقى نفسه آآ زملكاوي فما بيجيبش معاه في الاعلام برغم ان هو كان بيحلف انه زملكاوي آآ بس هو في الاخر بيرح محاول يقول انا اهلاه عشان يشتغل في الاعلام. ابراهيم فقلهاب معك زملكاوي ابراهيم عبدالجوات زملكاوي هاني حتحوت زملكاوي ريد عبدالعال زملكاوي طريق ازي سيد زملكاوي ايمان يونس زملكاوي خياد الغندور زملكاوي معدين البرامج زمالكوية. اللي ماسك زمالكاوي. اللي ماسك زمالكاوي. انتو متهرجوا يا جماعة. اعلام ايه اللي اهلاوي بيبقى زمالكاوي فيحاول اهلاوي عشان ياكل عيش. ده الزمالك هو اللي مسيطر دلوقتي بقصة الاعلام دي. اللي احنا كلنا بنعاني منها. طب لاش? ضحك عالناس. طبعا من الحاجات برضو اللي قالها لما عايز فلوس آآ بيتكلم بقى ان هو ما صرته وان هو طلق عمره زمالكاوي. والله عشان كبالا هو اكتر لعيب هرب في تاريخ نادي الزمالك هو حضرتك. لما هربت وروحت باوك. لما هربت وروحت آآ سبورتنجلش بونا. لما هربت وروحت الامارات. لما رحت الاسماعيلي. ودايما لما يتسئل انت ليه ما كنت آآ ليه رحت الاسماعيلي. قلت هنهي حياتي في الاسماعيلي. اصلا انا كنت حاسس في الزمالك بغربة. آآ اش المنتخب. اصلا والمنتخب عالشكل اللي انت عايزه. وقال له اصلي كابتال حضر شحياتها بيقالك عليك كده. قال ان انت بتغير بالمعسكرات. انا مكوش بهرب بالمعسكرات. قال له طيب هو طلبك توحي منتخب انتو قال له اه مرة واحدة. انت عايز ايه طيب? يعني انت عايز ايه? وبقى ان ذكرت الكابتال عمر الجنيني. اساس عمر الجنيني. ما تسأل عمر الجنيني. كان عايد كده عمر الجنيني. وابراهيم فايق يطلع يقوله عمر الجنيني جاب كم مرة شكابالة من الساحل عشان يلعب في الزمالك عشان كان غبانه ومش عايز يلعب. هو عايز يحترف وعايز فلوسه. ان هو طيب قال له كان عمري في الزمالك ببلاش. وانا طول عمري زمالكاوي. الكلام ده ما حصلش. لان انت اكتر لعيب هربت من الزمالك. واكتر لعيب بيعت الزمالك. واسأل بقى كل الاندية اللي انت روحتها. واسأل عمر الجنيني. لو حد عنده الجرأة ده ان بقى ونقول الزمالك عايز يصدد حقا ثانية. وانت بتستغفله وم بتدحك عليهم. ده مخصوقو مع بعضيك. لكن ما تتدعيش بقى. ما تتحكش علينا. ما تتحكوش علينا. عايةين تحكوا عليهم وتحكوا عليهم. so you can turn عليهم. بقى انا دايمن بقولها. هو اسطورة تليق بنادي الزمالك. ونادي الزمالك يليق بشكبالة. عشان بس هم هي 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 منظومة شبه بعضيها. او اسف هي مش هقول منظومة هل ما فيش منظومة في الزمالك هي مجموعة شبه بعضين. دي حقيقة الامر. ولما تسأل على امام عشور بيقول لك ايه في المطسع الاهلي ومغاب بالتيشيرت قالوا لا ما قدرش اقول بقى هو يطلع يقول. طب ليه يعني لا انا ما قدرش اقول هو يطلع يقول بس هو في اخر الكلام قال لي عايز تشيرتك. طب ما انت قلت. يعني هو ايه اللي كان بيقوله قبل ما يقول لك عايز التشيرت يعني مش فاهم. بيسألك مسلا رقم التشيرت او بيستأذنك والنبي يا عم وشيكا بقى ديني التشيرتك عادي يعني ما كل اللي يعني ده انا همشي معك على سيد ارويتك. لو في الاخر قال لي كان عايز تشيرتك اشكبال. ما كان بيلعب جنبك يعني. يعني مش فاهم وكان محترف وريجع وبيلعب في الاهلي وخد افرقيا وكلام كتير قوي. فهو عايز تشيرتك يعني انا مش فاهم ليه. بس انا همشي على سيد ارويتك. هو كان عايز تشيرتك. طب هو لما كان عايز تشيرتك. قاعد يرغي قبل كل ده عشان في الاخر لك انا عايز تشيرتك فانت كلمش هتقول يعني يا جماعة انتو بتتحكوا على مين? يعني انت تتحكوا على مين? وبعليل قال له طب انت كنت مضاقرا لروح الاهلي قال له لأ لان هو زمالكاوي مجنون. فبعدية قاله وراح له غريبة. قال له طب احمد فتوح اليو لا ده مستحيل يروح ده زمالكاوي مجنون. انت يعني انا نفهم انتو بتقولوا ايه او انت بتعمل ايه. متفاهم من ابراهيم كان عايز لماعك. وانت اكدت ده في اخر الحلقة لما قلت ان صاحبك كريم ابو ذكر المنتج كلمك وقال لك خب بالك او عبراهيمي وقعت خب بالك من كلامك. فكان واضح ان انت حافظ بعض من الجمل. بتحاول تحافظ على شكلك في اواخر خروجك او تبطيلك للكورة لان طبعا محاولة بقى لدخولك الاعلام. محاولة لدخولك الادارة. اين كان الشكل اللي بيحاولوا يعملهو لك. عشان لما يكون لعيب تاريخه في الملاعب كله اللقطة او اكري عيشه اللقطة اعتقد بعد نهايته من الملاعب هيبقى عدو مشكلة. هيروح فيه. تدريب ما اعتقدش. اعلام اعتقد صعب. فبيحاولوا بيعلموك. ده مش عيب. ولكن اه فكرة بقى قص الاهلي. قص الرعاية. قص انا اه 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 الشيبي وحرام. لا يعني قول لي نفسك الاول. اه اه. قول لي نفسك انت الاول الحرام والعيب اللي انت كنت بتعمله مع الجماهير. عشان بس الامور تبقى واضحة. فكرة المعسكرات المنتخب. وانا مش هطلع اقول. افنا اتعلمت ان انا مطلعش اقول اللي كان بيحصل في المعسكرات. اه احنا اتعلمنا كده. وعادي جدا. انت من كم سنة كنت طالع مع كابتن شوبير في مكالمة مداخلة تليفونية. وقلت له احنا اللي بيحصل فينا. احنا بقلنا شهر ونص بيحصل حاجات جوه النادي وما منتمرنش. وما بننزلش التدريب. وقلت اسرار عادي جدا من جوه قلت اللبس. يا فجماعة انتم برضو بتتحكوا على مين? انتم بتتحكوا على مين? مضيت للاهلي? اه اصلا مضيت للاهلي. عشان الزمالك مكنش عايزني. بس ما مضوح عباس لما اه لما نادى على ايا. قص انا قلت لهم انا لو جبت جون هحتفل. انا صدقك ازاي? وكابتن عدل للقوع موجود وحي وهيرد عليك. يعني هم ردوا هيكون عليك اوضح من اللي انت قلته. فان انت عايز تجمل صورتك ان انت مضيت للاهلي انت مضيت للاهلي انت اكتر لعيب. بقول لك اسطورة تليق بيهم ويليقوا بيك. هربت من الزمالك بدل مرة تلاتة واربعة. وقلت ده وشرحناه كتير وقلنا بالتفصيل هربت من سنة كام لسنة كام. ومن سنة كام لسنة كام. والتويتر شاهد عليك وانت بتقول اه مش عايزيني دوني فلوسي او سيبوني امشي. لكن حضرتك. حضرتك وانت بتهاجم مرتضة منصور موجود. وانت بتطب اللي مرتضة منصور في عز ما هو كان عادي هو الممضوح عباس موجود. وانت بتطب اللي ممضوح عباس على كل المواقع دلوقتي. فموجود يعني مش كبالة. ايه يا جماعة انتوا بتنسوا ولا انتم مش شايفين ولا انتم مش فاكرين. عموما انت اسطورة تليق بنادي الزمالك وانادي الزمالك يليق بيك. لانتم لقين جدا على بعض تستهلوا بعض. ده شيء ما فيوش نقاش. ولكن. فكرة بقى العدل والرعاية واحنا مظلومين. وليه الاهلي معاه فلوس? لأ عشان الاهلي منظومة نجحة. منظومة اه وصلت للعالمية. بيشتغل على اسمه على البراند بتاعه. هو الاقصر شعبية. وانت اللي انت فيه ده. اساسا من ان انت بيتقال عليك منافس النادي الاهلي. فانت المفروض تشكر النادي الاهلي بدل ما تقعد تقول انا عايز زيه اشمعنا اشمعنا اشمعنا. لان هي مش باللي اشمعنا. هي بالشغل وباللي اتبه.